لميس الحديدي وعمر قديب حبه بعض ازاي؟ وهل عمر اتجوز لميس على امراته؟ اول زيجة في حياة عمر قديب كانت السيدة اماني سوكة ناشطة في مجال حقوق الانسان وكانت بتشتغل منتجة ومعدة برامج في التلفزيون المصري كان بتعمل وقتها برنامج اسمه المرأة المسلمة في فترة التمانيات الكلام ده حبه بعض هي وعمر اتجوزه وخلفه ابنهم خالد وبعد فترة من الوقت بدأت تحصل بينهم خلافان وحصل الانفصال عمر بعدها بكم سنة ووقع في غرام لميس الحديدي يعني لميس ما كانتش الزوجة التانية في حياته عمر قديب كان عمر امطلق مراته لميس الحديدي حكت في برنامج قبل فهيتة ان قبل خطوبتهم كان بيجي لها عرسان وعمر كان بيطفش اي عريس بيجي لها لحد ما تمت الخطوبة الخطوبة تمت سنة 1999 وتجوزوا بعدها بسنتين خلفوا ابنهم الوحيد نور واللي اختار دراس البزنس اما خالد اخوه فدرس مسرح في الجامعة الامريكية واشتغل ستاند اب كوميديان بعد ما تخرج وحاليا هو منتج برامج